السلام عليكم ورحمة الله هل سمعتم بداعية بخطيب بواعظ يحاضر في الناس بقيم الصدق والأمانة وغير ذلك لكنه سارق ليس بالضرورة أنه يسرق المال لكنه قد يسطو على جهود الآخرين العلمية والفكرية وينشرها باسمه هل رأيتم امرأة متنقبة يعني هي لم تكتفي بالحد الذي فرضه الله سبحانه وتعالى وهو الخمار ولكنها زادت واحتاطت ومع ذلك هي لا تصلي ولعلكم رأيتم أن بعض المسلمين في رمضان يصوم لكنه لا يصلي هل رأيتم من استفزه ترخص بعض المسلمين ببعض الأحكام الفقهية المخالفة لمذهبه فراح يشنع عليهم ويبين خطورة مذهبهم وأنه قنطر إلى اللادينية وغير ذلك من المبالغات لكن هذا الإنسان لم يسمع له صوت أثناء استباحة البلاد والعباد وإزهاق أرواح المسلمين هل رأيتم من يجادل في بعض الأحكام الفقهية البسيطة ويجعل منها معارك شريسة ليظهر وكأنه حامح مدين والغيور على الشريعة ولكن هذا الإنسان له وجه آخر يكون فيه أليف يطأطئ الرأس ويشارك في تأويل سياسات الجور على المسلمين واستباحتهم هل رأيتم من درس العلوم الدينية فما وجد من مسائلها التي عليه أن يبلغها للناس غير ذم الغزالي أو النووي أو التشنيع على ابن تيمية وأبن عبد الوهاب وما وجد عدوا للإسلام أو خطرا على المسلمين إلا الأشاعر أو الوهابية بحسب اصطفافه طبعا يعني هو لم يرى خطر الماديين ولا الملحدين ولا عصابات الفن والترفيه ولم يرى خطر أهل الغلو ولا الفرق الدينية الجديدة التي تسعى بعض الحكومات لصناعتها وتقديم إسلام رسمي عبرها هل رأيتم ذلك المتدين الرومانسي الذي يحب الأشعار والأناشيد وغير ذلك يحب التغزل بحمام المدينة وماء زمزم وشات أم معبد لكن ما له لخراب البصرة وغيرها من حواضر المسلمين وتشريد أهلها وأداء الواجب نحوهم يكفيه أنه يجلس مع أصحابه وينشدون يا حمام المدينة سلم على نبينا ونمالي ومالي العباد بالديطاها نبينا هناك عبارة تقول إن المسيحية عندما دخلت روما لم تتنصر روما ولكن المسيحية هي التي ترومت يقصد بهذه العبارة أن روما عندما تبنت المسيحية لم تخضع لتعاليم المسيحية ولا لأفكارها ولا لقيامها ولكن الذي حصل أن المسيحية هي التي تكيفت مع وثنية روما وبالتالي فالاختراق الذي حصل هو اختراق روما للمسيحية وليس العكس طيب إذا نظرنا في هذه الصورة هل نجد بعض المسلمين مثلا وخصوصا أصحاب بعض الطباعة القاسية والأهواء الجامحة ناس غير متدينين عندما يريد الواحد من هؤلاء أن يتدين ربما نجد أنه لا يسعى ليجعل نفسه توافق تنقاذ للدين لا يسعى لتسكيتها وجعلها تأتمر بأوامر الدين ولكن ربما يسعى لكي يؤول الدين حتى يوافق هواه وطباعه فيكون حاله مع التدين كحال المسيحية مع روما الحقيقة أن هذه الأسئلة وغيرها الكثير مما يمكن أن يطرح يقودنا للقول أن التدين ليس نمط واحد وإنما هو أنماط متعددة وهذا إن شاء الله ما سنتحدث عنه نقدم بمقدمتين في المقدمة الأولى نفرق فيها بين الدين والتدين الحقيقة أن الدين هو وضع إلهي والتدين هو سعي البشر للالتزام بذلك الوضع الإلهي وبالتالي فالدين هو الصورة المثالية والتدين هو طريق البشر نحو تلك الصورة وهم في هذا الطريق بطبيعة الحال تختلف أماكنهم قربا وبعدا ولذلك يعني بعضهم تدينه رقيق وبعضهم تدينه قوي بحسب موقعه من هذا الطريق لكن السؤال هل يمكن القول أنه يمكن أن يطابق التدين الدين يعني بمعنى هل يمكن القول أنه تدين فلان هو عين الدين وأن أخلاق فلان هي عين الدين وما شابه ذلك الحقيقة أن الأصل هو عدم المطابقة لأن الإنسان كثيرا نسيان ولأن ابن آدم خطاء كما ورد في الحديث ويعني لا يكاد يسلم أحد من البشر من ارتكاب بعض الأخطاء أو الوقوع في بعض الزلات وهذا الأمر يعني وقع للكثير من الصالحين ومن الصحابة وكتب الحديث تشهد على ذلك ولعل الاستثناء الوحيد في ذلك هو للأنبياء ومن اختصهم الله سبحانه وتعالى ولذلك نجد في جواب السيدة عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن إذن الأصل هو عدم المطابقة إلا لمن اختصه الله سبحانه وتعالى ولكن الحقيقة إن القول أنه لا يمكن المطابقة بين التدين والدين بنسبة 100% هذا لا يعني عدم الاقتراب من ذلك وهذا ما سنتحدث عنه في نمط التدين المتكامل بعون الله في المقدمة الثانية نؤكد فيها حالة التكامل بين عناصر الدين ولذلك فثم تخلل كبير عند من يقول بلسان حاله طبعا لأنه ينذر أن يقولها أحد صراحة أنا أقبل العقيدة لكني أرفض الشريعة أو مثلا يقول أنا أقبل الشريعة المتعلقة بالصلاة والصيام وغيرها ولكني أرفض الشريعة المتعلقة بأحكام المال والميراث أو مثلا يقول أنا أقبل بالنظام الاجتماعي والاقتصادي المستمد من الشريعة لكني أرفض النظام السياسي أو يقول مثلا أنا أقبل بالنظام الأخلاقي بما فيه من صدق وأمانة وغيرها وأرفض النظام الأخلاقي الذي يتطلب إنكار المنكر وقول كلمة الحق والحقيقة أن أكثر الناس يتخير بهذا الشكل فيأخذ من الدين ويدع دون التصريح بأنه ينكر الجزء المتروك إلا في حالات نادرة مثلا كما يجمع بين الإسلام والشيوعية بحالة متناقضة وغير مفهومة لكن أغلب الناس يعني يأخذ من الدين ما يظن أنه أسلم له ويترك يعني ما يظن أنه قد يسبب له بعض المتاعب من دون إنكار طبعا لكن ذلك أيضا يوقعهم في حالة من التناقض لذلك ربما يعني نجد بعض الناس يكبر الجهاد في بدر وحطين ويعلن إعجابه بمواقف ابن تيمية من المغول ومواقف العزء بن عبد السلام وغيرها من الصدع بالحق ويلعن فرعون وأبا جهل وينظر في إقامة النبي صلى الله عليه وسلم للدولة في المدينة ويشيد بعدالة الخلفاء الراشدين لكن ذلك كل واقع ضمن دائرة السلام عنده فلا المغول فوق رأسه ولا فرعون يحكمه فرعون موسى طبعا ولكن إذا أتينا إلى زمنه وعصره نجده ربما يكون أقرب لندماء الحكام وتشعر وكأنه ربما من شعراء البلاط ولذلك يمكننا القول إن أي تخير من الدين بهذا الشكل الانتقائي هو نوع من الخلل في التدين وهو نمط من العلمانية في التعامل مع الدين وأما أنماط التدين التي يمكن أن نعرض لها هي متعددة بطبيعة الحال منها مثلا التدين الذهني وهو حالة من المتعة الذهنية التي تجعل بعض الناس يعني يحبون الحديث في مستوى الأفكار فيقارنون مثلا بين الإسلام وغيره من التيارات والمذاهب وغير ذلك وهذا موجود عند العلماء والمثقفين وموجود أيضا عند العوام ربما تجد مثلا بعض العوام يأتي يسألك عن اسم العفريت الذي تحدث مع سيدنا سليمان أو عن عدد أصحاب الكهف وغير ذلك لكن مثل هذه المواضيع وهذا الحديث الفكري بالنسبة لهم هو مجرد متعة ذهنية ربما لا ينبني عليها نوع من التدين في السلوك العملي أو تدين في الأخلاق وغير ذلك لذلك ربما نجد أن بعضهم مقصر في عباداته أو أن أخلاقه ليست كما يريدها الإسلام وفي هذا النمط يمكن أن نجد مثلا أعلام الصراع أو الجدل السلفي الأشعري المعاصر وأنا هنا أتحدث عن الجدل بما فيه من إسفاف واستباحة للخصوم وتقويلهم بما لم يقولوا وغير ذلك ولا أتحدث عن الاختلاف الموضوعي والطبيعي الموجود أصلا بين المدارس فنجد مثلا المجادل من هؤلاء يرى أن موقفه هو الحق الذي لا خطأ بعده ويرى أن موقف خصمه هو الضلال الذي لا هدى بعده ولذلك يعني نجد السباب ونجد الشتائم ونجد سواد القلب فالأخلاق بالنسبة لهؤلاء هي أخلاق قاصرة يعني هي تقتصر على الموافق وأما الذي خالفهم فمستباح العرض يعني أبدا لا ذمة له ومن ألماط التدين كذلك عندنا التدين الوجداني وهذا النمط شائع بين عوامل مسلمين من ذوي الفطر يعني السليمة بين الناس وهؤلاء الناس تجد أن مشاعرهم تتحرك للرموز الدينية يعني أحدهم ربما يبكي إذا رأى الكعبة أو عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وعند قراءة مثلا فصول من السيرة لكن يعني غالبا لا يستطيعون البرهنة على حقائق الدين كما إن تدينهم غير شامل ومن أنماط التدين عندنا التدين الشعائري يفهم أصحاب هذا النمط التدين على أنه المواظب على العبادات فلذلك نجدهم حريصين مثلا على الصلاة والصيام والحج والعمرة لكن أصحاب هذا النمط يعني غالبا غير مهتمين بواقع المسلمين غير مهتمين بأداء واجباتهم الاجتماعية ودورهم في نصرة قضايا المسلمين وغيرها وضمن هذا النمط عندنا أيضا نمط هو التدين السلوكي وهو التدين الذي يعني يصبح فيه المواظبة على الشعائر عادة أكثر منها عبادة حية يعني الإنسان يقوم بأداء العبادات يصلي ويصوم ويحج لكن دون التفكر بمعاني تلك العبادات ودون يعني إدراك معانيها وغاياتها ووظائفها الاجتماعية وفي هذا النمط يقع الرومانسيون الذين يتغزلون بالحطيم والزمزم لكن قلوبهم المرهفة لا تحب سماع مثلا شكاوى المسلمين أو أداء الواجب نحوهم ومن أنماط التدين كذلك عندنا التدين الاجتماعي فبعض الناس قد يبذل طاقته في التدين في أمور اجتماعية فتجده ربما يعني يبني المساجد ويحفر الآبار ينفق على الأرامل يعني يكفر الأيتام يعطي منح للطلاب وغير ذلك لكن في حياته الشخصية ربما يعني لا يكون شديد الالتزام بتعاليم الدين وربما يعني معرفته أيضا بأحكام الدين وبتعاليم الدين ليست بتلك القوة وفي هذا النمط نجد الالتزام بسمات المجتمع الدينية ففي مجتمع مثلا يحافظ على الحجاب تظهر عندنا المنقبة التي لا تصلي وفي مجتمع يستحقر فيه المفطر في رمضان يظهر عندنا الصائم الذي لا يصلي كذلك فهذا النوع من التدين هو تدين اجتماعي لأن سمات المجتمع يعني فرضت نفسها على أفراده ومن أنماط التدين كذلك عندنا التدين النفعي والتدين النفعي في حقيقته هو نوع من النفاق يعني بعض الناس يفعلون بعض العبادات أو يؤدون بعض الصلوات يشاركون في بعض الاجتماعات يكرمون بعض الشخصيات ونحن نجد مثلا بعض السياسيين قبيل الانتخابات يقرؤون القرآن ويزورون المساجد وبعض الطغاة أيضا حريصين على مثلا حضور صلاة العيد في المساجد وتكريم بعض الشخصيات الإسلامية لكن هذا الفعل بالنسبة لهم يعني بينه وبين الإخلاص ما بين المشرق والمغرب وأيضا في هذا النمط عندنا بعض الناس الذين يعتاشون على دورهم الديني على الوظيفة الدينية فالوظيفة الدينية بالنسبة لهم هي رأس مال يعني هي عملهم الذي يجنون منه المال وحتى اليوم مثلا عندنا في المواقع التواصل الاجتماعي البعض يعني يعتاش على المحتوى الديني لكن دون أن يكون ملتزم به فمثل هذا التدين الصوري هو نوع من التدين النفعي لأنه هو يستخدم الدين أكثر من أن يخدمه أو أن يجعل نفسه تنقاد للدين هو يستخدم الدين لغايات نفعية لا أكثر عندنا كذلك تدين ردة الفعل وهذا التدين قد يكون من أصحاب مثلا الماضي الماجن أو الناس الذين استهلكوا أوقاتهم فيما مضى بالشهوات فعندما يتدين يصبح عنده نوع من ردة الفعل على ماضيه فنجده مثلا يغالي ويتشدد في مثل هذه القضايا هل تذكرون المثال الذي قلته لكم في مطلع حديثنا عن حالة المسيحية مع روما غالبا أصحاب هذا النمط عندما تدينوا لم يزكوا أنفسهم كما يريد الدين ولكنهم حاولوا تأويل الدين ليوافق طباعهم فنجد منهم الغلظة ونجد منهم الشدة ونجد أنهم لا يحترمون كبيرا من أعلام المسلمين فهذا مميع وهذا فاسق وغير ذلك من التهم التي يكيلونها لأعلام المسلمين شرقا وغربا وكأنه لا صالح في الكون إلا فاسق الأمس متدين اليوم هذا فالحقيقة أن هؤلاء يحاولون أسلم طباعهم أكثر من كونهم يتدينون حقيقة فيؤسلمون طباعهم ولو بالشعارات والدعاوى الجوفاء ومن أنماط التدين كذلك عندنا الورع الشعبي وهذا النمط أشبه بالفلكلور الديني يعني في بعض الأمم الإسلامية مع الوقت ربما يتفش بينهم الجهل تضعف ثقافتهم الدينية تقل معلوماتهم الشرعية فيختلط عندهم السنة بالبدعة ويظنون أن كل ذلك من الدين لذلك ربما هؤلاء يحترمون العرافيين والمنجمين والمشعوذين لأنهم يكتبون بعض الكتابات الإسلامية وما حصل ذلك إلا لتدني ثقافتهم الدينية فالدين بالنسبة لهم هو حالة من الفلكلور من الأعراف والتقاليد يعني بعضها له أصل وبعضها ليس له أصل يعني حتى أن بعضها يأمر به الدين لكن لا يفعلونه وبعضها ينهى عنه الدين لكن يفعلونه وهم يظنون أنه مراد للدين وغير ذلك ومن ألماط التدين عندنا كذلك التدين المرضي وهو يعني يظهر في صور وحالات غريبة لبعض الناس وربما بعضهم يعاني من مشاكل نفسية بعض الناس مثلا يدمن على قراءة أخبار آخر الزمان بما فيها من كثير من الموضوعات فتجد أن هذا يدعي أنه المهدي وهذا يدعي أنه مثلا يقابل النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة وهذا يدعي أنه يذهب إلى مكة ويعود في لحظات وهذا الأمر الحقيقة يعني يحصل لمثل هؤلاء نتيجة يعني عقد نفسية وربما يعني كذب وغير ذلك لكن ربما ينطلي واقعهم هذا على بعض الناس في حال يعني كانت ثقافتهم الدينية الثقافة ضعيفة ويعني خف عندهم التفكير العقلاني وخفتت كذلك معلوماتهم الدينية الحقيقة ما سبق من أنماط ليست هي يعني مسارات محددة أنه يلتزم كل واحد بمسار معين ولا يفعل وإنما هي أنماط يعني ربما يعني نجد أنها تنطبق على بعض الناس وبعض الناس ربما نجده يعني في أكثر من نمط لكن القاسم المشترك بين كل هذه الأنماط أنها أنماط قاصرة فيها خلل يعني هي لم تصل للتدين كما يريده الدين ونختم بالتدين أو النمط الأخير الذي يريده الدين وهو التدين المتكامل في التدين المتكامل صحيح أن الإنسان لن يصل لحالة يوافق تدينه فيها الدين تماما لكن ذلك لا يعني أنه لا يسعى للاقتراب من تلك الصورة المثالية هو صحيح أنه يقع في الخطأ لكن مباشرة يتوب منه يستغفر منه ويعزم أن لا يعود إليه مرة أخرى فإذن هو لا يشرع أخطاءه ولا يبررها وهذا لا يجعله لنفسه ولا لغيره ولذلك هو بعيد عن التناقض وبعيد عن الازدواجية بين أقواله وبين أفعاله كذلك هو يعني كلما طور معرفته الدينية وثقافته الدينية نجد أنه يسعى لأن تكون أعماله متوافقة مع تلك المعرفة الدينية لذلك لا نجد أن هناك خلل بين أقواله وبين سلوكه فهو إذن لا يستعمل الدين لغايات نفعية لا يستعمل الدين يعني لينتفع هو به أو يعني يشرع للآخرين الانتفاع به وأهم نقطة في التدين المتكامل أنه تدين شمولي يعني ليس فيه التخير من الدين الذي أشرنا لبعض صوره من قبل هو إذن تدين شمولي يحاول الإنسان أن يتدين مثلا في مستوى الذهن فيعرف عقله الفكرة ويرفض الخرافة على بصيرة وكذلك يتدين على مستوى الوجدان فأيضا قلبه يرفض الرذيلة ويرفض الجهالات لكن أيضا على بصيرة وعلى هدى من أوامر الدين وهو كذلك يحاول الالتزام بالدين فرديا واجتماعيا يعني يحاول أن يقوم بالعبادة مثلا وأن تظهر أثارها الاجتماعية وكذلك يحاول أن يؤدي واجباته الاجتماعية تجاه غيره من المسلمين فإذن هو تدينه ليس نوع من تدين الفرداني الذي يعيش الإنسان فيه داخل نفسه داخل مكان مغلق يقوم ويصوم ويصلي وغير ذلك ولكن هو تدين حي يعني فيه الحالة الفردية فيه مثلا الصلاة فيه قيام الليل وفيه أداء الواجبات الاجتماعية وما طلبه الدين من واجب مثلا في قضايا الشأن العام ومن كان هذا حاله فهو لا يعيش في حالة من العلمانية كما قلنا ولا يعيش في الفردانية وإن وقعت له أخطاء فإنه يتوب منها ويقلع عنها وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون شكرا لاستماعكم ونلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته